مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي البدء بإغراق الأنفاق في قطاع غزة صعدت إلى الواجهة الخلافات بين واشنطن وتل أبيب إذ اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال فعالية انتخابية أن حكومة الاحتلال فقدت الدعم الدولي فعلا وذلك جراء مواصلاتها استهداف المدنيين في قطاع غزة داعيا رئيسها بن يمين نتنياهو إلى تغيير موقفه بشأن حل الدولتين وتغيير حكومته اليمينية المتشددة فهل ينجح الاحتلال في إغراق الأنفاق وما تأثير أيضا الخلافات الأمريكية الإسرائيلية على مسار الحرب للحديث حول هذا الملف نرحب بالخبير العسكري والاستراتيجي والسياسي الدكتور محمد بردويل أهلا بك دكتور محمد معنا في الستوديو وبداية نتحدث من الشق العسكري في معركة طوفان الأقصى كيف تقيم سياسة المقاومة العسكرية الآن في المعركة الدائرة في قطاع غزة وأيضا تنوع الأسليب القتالية داخل المعركة أهلا بكم بالنسبة للمقاومة حقيقة ما زالت تيالتي تسيطر على إدارة المعركة منذ أن بدأت المعركة حتى هذه اللحظة ما نلاحظ في الأوقات الحالية أن الشيء الملفت أن المقاومة انتقلت في معظم عملياتها إلى الهجوم أي بمعنى أنها هي بالأصل المقاومة أعدت لتقوم بعملية مقاومة وصد من خلال اتخاذ مواقع دفعية من خلال الكر والفر الآن أصبحت معظم العمليات التي نراها من المقاومة في غزة هي مقاومة تقوم على مبدأ الهجوم العسكري بحيث أنها تحتاج إلى جميع معلومات استخبارية عن تحركات العدو أماكن تجمعه طرق تحركه وتجمع هذه المعلومات خلال هذه الفترة ثم تفاجئنا المقاومة أنها تقوم بالهجوم على هذه القوة يعني بدل أن تختبع حتى القوة تأتي إليها أو من باب المرور في مكان تواجد مقاومة معينة لا المقاومة تتبعها تطاردها وتهجم عليها تنقض عليها هذا اسمه تحويل الدفاع إلى هجوم ما الذي ساعد المقاومة في ذلك؟ أول إشيء المعنويات العالية والثقة بالنصر اثنين القدرة على إعماء العدو عن حصولها معلومات استخبارية في حين أنا أستطيع أن أرسل تحركات العدو يعني هي استخدمت المعلومات الاستخبارية لصالحها ومنعت العدو من الحصول أي معلومات استخبارية أيضا منذ البداية قلنا لا بد في لحظة من اللحظات أن جندي المشاء الصهيوني يترجل من درع الحماية الدبابة لا بد إذا أراد أن يحقق نتائج في التفتيش والبحث والحصول على المعلومات لا بد أن يترجل في حال أن يترجل سيقوم رجال المقاومة بقنص وصيده هذا ما حصل لذلك الآن نلحظ أن معظم الخسائر هي في القوة البشرية لأنهم ترجلوا ليحققوا مهام التفتيش البحث للحصول على المعلومات في هذه النقطة دكتور محمد بماذا يفسر عسكريا بأن معظم القتلى من الجانب الإسرائيلي هم من الضباط هذه ملاحظة دقيقة وجيدة أولا التفسير الحقيقي لهذه المعلومة لا بد أن نكون على دراية مسبقة بسيكولوجية هذا العدو ودراسة الجيش الإسرائيلي جيش الدفاع الإسرائيلي ما يسمى منذ قبل الجيش الدفاع الإسرائيلي كما يسمى منذ قبل من 2018 برزت تقارير عسكري وأشهرها تقرير الجنرال إسحاق إبريك وهو يعني كان قائد عسكري صهيوني كبير نعم التقارير كانت تفيد وتقول أن الجنود وضباط الصف في الجيش الإسرائيلي غير مؤهلين أو معدين للقيام بأي مهمات عنا إحنا الأفراد وعنا ضباط الصف وعنا الضباط الضباط يقوموا في أعمال القيادة والتخطيط الضباط الصف يصطلح عالمي يسمى العمود الفقري لأي جيش لأنهم هم حلقة الوصل ما بين الرأس والأعضاء هم الذين ينفذوا المهام فلازم يكونوا على قدرة وكفاءة عالية في مهارات الميدان في القدرة على تكتيكات المناورة منذ 2018 هذا الجيش معروف أنه ضعيف في تهيات الضباط الصف وهذه نقطة يجب أن يستفاد من كافة الجيش نعم ضباط الصف الأن سي أوز في الجيش الصهيوني والأفراد غير مؤهلين للقيام بعمليات قتالية أو مهارة ميدان أو تكتيكات المناورة والآن هذا يثبت على الأرض مما اضطر الضباط اللي هم أصلا مؤهلين لأنه طبيعة تدريبهم وتدريبهم تؤهلهم نعم اضطر الضباط لأن يكونوا على رأس المهام بل ومنفذين للمهام مش معقول قاية كتيبة بنزل لمهمة عمليات خاصة على رأس مجموعة عشر خمستاشر فرد وضابط لعدم ثقته بجنوده لمعرفة أن جنود وضباط صفوا غير قادرين على التنفيذ كان يضطر أن ينزل قائد الكتيب وينزل معه ضباط آخرين لتنفيذ مهم معينة إذن هذه نقطة الضعف القاتل يجب أن نعرفها وأنا أقول أن المقاومة في غزة قد عرفت نقاط الضعف هذه كلها عندما أقدمت على هذا العمل هذا ما نرى الآن أن معظم القتلى من الضباط وهذا يدل دلال قاطع على فشل هذا الجيش في معظم الكتل الحرج داخل القوات المسلحة هي ضباط الصف هي كتل فاشلة هذا السبب لأن الضباط يجب أن لا تكون هذه المهام ميدانية في هذه الطريقة هذه المهام في الجيوش الأخرى معظمها يقوم بها سيرجنت رقيب أول يقوم بها لعدم ثقتهم بجنديهم ولمعرفتهم بعدم تأهل وقدرته إن جبر الضباط على أن يقودوا تلك المهام وكانت المقاومة لهم بالمرصد نعم دكتور ما بين الحين والآخر يلوح حديث في الإعلام الإسرائيلي وأيضا تصريحات الجيش الإسرائيلي بموضوع إغراق أنفاق قطاع غزة بمياه البحر وكان هناك يوم أمس تصريح للجيش الإسرائيلي وقالوا بالتصريح لدينا طرق عدة نختبرها بشأن التعامل مع الأنفاق ولكن لم ولن نكشف التفاصيل في هذه الفترة هل هذا الأمر ممكن أن يلجأوا إلى إغراق أنفاق غزة ببناء البحر وما طبيعة هذه الأنفاق هل جميع هذه الأنفاق متصلة ببعضها البعض ومفتوحة أيضا؟ طيب بداية أجواب على الشق الثاني الأنفاق في غزة شبكة هندسية معقدة لا أحد يلم بكافة تفاصيلها إلا بعض من المعلومات قد نكون يعني نعرف بحكم الإطلاع شبكات الأنفاق في غزة شبكات تزيل عن 500 كيلو متر مربع أسلوب عملها الهندسي يضمن الأمن العسكري للجنود والمعدات أو للمقاومة والمعدات وهذا يتطلب أن لا تكون متصلة أو توصل إلى بعضها البعض ومقسم إلى عدة أنواع هناك أنفاق رئيسي للهجوم هناك أنفاق للانسحاب هناك أنفاق وهمية لتموه العدو هناك أنفاق احتياطية في حال فشل نفاق معين أو تعرض لضرر الانتقال إلى نفاق آخر وكل هذه الأنفاق معدة بطريقة هندسية تلبي الغايات بالتالي موضوع الإغراق وهذه التصريحات التي صدرت بالأمس عن الجيش الدفاع الإسرائيلي أو كما يسمى جيش الدفاع وهو جيش إرهابي في إطار الحرب النفسية حقيقة هم الآن في حالة تخبط يريد أن يقدم رسائل وكلها كاذبة حتى المجتمع الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تعلم أن هذه التصريحات لكنهم اعترفوا الصحيفة عبرية قالت بأن الجيش الإسرائيلي تفاجأ بأنفاق غزة وهذه الشبكة الهندسية للأنفاق وعدم مقدرتهم على إغراق هذه الأنفاق بمياه البحر أو حتى كان في السابق هناك حديث على إغراق هذه الأنفاق بالغاز الأمريكي ولم يستطعون على الإقدام على تلك الخطوة أيضا هذا تناقض واضح يعني هم يقولون أن تفاجأنا هل يعقل عشرين عاما من الهجوم على غزة والمقاومة وهم يعلمون أنها جبهة ساخنة جدا وما جمعوا معلومات يقول تفاجأنا إذن هذا يدل على عجز استخباري الأمر الآخر موضوع يعني الإطار الحرب النفسي للإرباك الطرف الآخر هذا كله فشل الغازات لن تنجح لأن الغازات في معظمها المقاومة متوقعة ذلك وهناك أجهزة وقاية لا بد أن المقاومة مزودة بها لهذه الغازات وهذا شيء متوقع فيش جيش أو مقاومة إلا يعرف أقنعة الغاز الملائمة حتى لا أتأثر بغازات العدو الآن جر المياه لن ينجح وأيضا هناك حديث عن استخدام قنابل إسفنجية من قبل المإمكانية الخطوة أن تتحقق القنابل الإسفنجية وارد وهي عملها يعني أشبه بالفوم هو أنه عندما تدخل في نفق معين هي تقوم بالتمدد والتفاعل مع الهواء وفي مواد كيموية معينة تتحول إلى كتل صلبة بحيث هي لا تنفجر إنما هي تخنق وتحبس وتحجز من بداخلها لكن السؤال هل هم يعرفون الأنفاق الرئيسية والأنفاق الهجومية أو الأنفاق المعنية مداخل ومخارج ليقوموا إلقاء القنابل الإسفنجية بداخلها هم لا يعرفوا لغاية الآن لو عرفوها لما وقعوا في هذه الكمان لو عرفوها فجروا الأبواب بتفجير سطحي بدون أي مشاكل وسؤالي لك دكتور هل سيقدمون على هذه الخطوة في ظل احتجاز عدد كبير من أسراهم داخل هذه الأنفاق أنا أؤكد لك حكيمة المجرم نتنياهو نعم تفعل ذلك ليست حريصة على أرواح الأسرة بل نتنياهو يعتبرهم وبدليل محاولة تحرير الأسرة التي يعلم أنها كانت ستؤدي إلى مقتله هو يريد أن يتخلص من ورقة الضغط هذه وليس حريصا جدا على الأسرة في سبيل تحقيق هدفه بأن يقول قضيت على حماس بأنني أقول حققت انتصار فهو ليس حريص ومجرم حتى باتجاه مجتمعه ومواطنيه نعم هل تعتقد بأن حي الشجاعية عصي اليوم على جيش الاحتلال كونه صرح في أكثر من مرة بأن العمليات العسكرية في حي الشجاعية هي من أصعب العمليات في جميع أنحاء قطاع غزة حي الشجاعية أول شيء هو شيء متوقع أن يكون ذلك ولأسباب جغرافية وحتى أهل أبذكرة ولكن يجب أن نكون منصفين جميع أحياء غزة حي الزيتون بيت لاهية بيت حانون الشاطئ كلها كانت عصية كلها كل من فيها من المقاومة كان نخبة كان على قدر المسؤولية كلها عصيت عليهم إنما التركيز على حي الشجاعية لماذا حي الشجاعية الأول شيء الطبيعة الجغرافية لحي الشجاعية تغري المهاجم أن يتقدم من خلاله حي الشجاعية له تجارب سابقة قبل 2014 مع العدو الصهيوني والذي لم يستطع أن يتقدم 500 متر حي الشجاعي له إرث تاريخي جهادي سبحان الله فأصبح حي الشجاعي رمزا للصمود والمقاومة أما جميع أحياء غزة وجميع مقاتلي غزة على كل جبهات والمحاور هم نخب كلها عصيت وما زالت تستعصي على العدو يجب أن لا نخفل عما حصل في جباليا في بيت حانون كلها قاومت وصدت والشجاعي لا يقل عن ذلك هم كلهم مدربون مؤهلون لصد أي هجوم أو محاولة سيطرة مش توغل بالعكس التوغل المقاومة تريد منهم أن يتوغلوا ليقعوا في مستنقع القتل وهذا ما يتم حاليا أنهم جروا هذا العدو إلى مناطق تقتيل من خلال إدخالهم إلى مناطق يستطيع المقاومة فيها ممارسة مهاراتها نعم ننتقل وإياك بالحديث عن الشق السياسي وآخر التطورات السياسية وتحديدا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الخطاب الذي ألقى ويقال بأن هذه التصريحات لم يسبق لها أو يسبق لبايدن أن يصرح بمثل هذا التصريح قال بتصريحه أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي وأضاف أن سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا قال ذلك وقال بأن علنتنياهو أن يقوي ويغير الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني سؤالي لك هل هذه التصريحات تعتقد دكتور بي بأنها مؤشر على نفاذ صبر بايدن من التصرفات نتنياهو في الحرب الدائرة في قطاع غزة وماذا تعكس أيضا هذه التصرفات والتصريحات بالنسبة لي تعكس أمرين الأمر الأول يجب علينا أن نعلم أن المقاومة الباسلة في غزة هي هزمة أمريكيا وإدارة أمريكيا قبل إسرائيل أمريكيا الآن في حال هذه الورطة تريد أن تلبس هذا العار وهذا الخزي وهذا الانهزام لشخص نتنياهو وتنسل وتنسح من تحمل مسؤولية الفشل إنما هو فشل أولي وحقيقي للإدارة الأمريكية بعظمتها الأمر الآخر علينا أن نفرق بفهم هل بايدن أو الإدارة الأمريكية غيرت موقفها تجاه إسرائيل أم تجاه نتنياهو ما الفرق؟ الواقع إنها اتجاه نتنياهو لأن أمريكيا لها نظرية سياسية ثابتة جوهر السياسة الأمريكية ومرتكزها أن دعم إسرائيل لا بد منه ولا بديل عنه فهي حامل الطائرات بالنسبة لهم هنا في هذا الانهزام نتيجة بسالة المقاومة صمود المقاومة نتيجة عجز الكيان الصيوني عن تحقيق أي نتيجة نتيجة الفضح بالرأي العالمي عن الجرائم التي ارتوكبت من قبل أمريكيا ومن قبل إسرائيل في حق أهل غزة هذه الأسباب كلها أدت إلى أن أمريكيا من سياستها لا صديقة دائم ولا وفاء وإخلاص إلا لمصالحنا لما رأت أن نتنياهو لم يحقق هذه الغايات وهي لا تريد أن تخسر أكثر باليسار الإسرائيلي وبالمجتمع الإسرائيلي الذي بدأ يتململ ويرفض فكان لابد من التضحية الآن بنتنياهو أنه حتى هو كلامه تدخل بشأن الإسرائيلي نعم هل هذه التصريحات هي الضربة لإسرائيل أم لنتنياهو لنتنياهو وحكومته وليست لإسرائيل ولن تكون لإسرائيل يجب أن نفهم جوهر السياسي إسرائيل أمن ثابت بالنسبة لأمريكا أما نتنياهو أدا يتغير وعندما رأى أن المود والمزاج داخل إسرائيل بدأ يتململ من نتنياهو فكان لابد أن يضحي به وهذا سياسة أمريكا لا صديقة لها ضحت في سوهارتو ضحت في بن علي ضحت في بن بارك ضحت في شاه إيران نتنياهو كمثلهم لكن ماذا يقصد بايدن بأن سلامة الشعب اليهودي على المحك؟ هو يريد أن يكسب تعاطف الشعب اليهودي إنني أنا أدافع عنكم وأحميكم لأنه بحاجة لأصواتهم وبحاجة لبقائهم وثباتهم لخدمة مصالحه هذا خطاب باتجاه الشعب وهذا يدلل أنه ميز وفرق ما بين الشعب ونتنياهو الشعب أنا حريص على أمنكم أما نتنياهو آن الأوان أن يتغير ويتبدل وهذا أمر ليس بمستغرب على السياسة الأمريكية التي آن لها أن ترمي بنتنياهو وحكومته وتأتي بحكومة أخرى نعم بعد تصريح بايدن كان تصريح لنتنياهو قال بأنه مستمر بهذه الحرب حتى وإن لم يكن هناك دعم دولي لإسرائيل هل سنشهد في الساعات القادمة خلاف كبير ما بين بايدن ونتنياهو على العلن وليس بالتلميح نعم منذ أن بدأت الحرب البرية قبل ما يقارب 20 يوما قلت أنه ستظهر خلافات بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية على العلن وهذا ما حدث بالأمس أنه لا بد لعدم تحقيق أي نتيجة ولأن صبر أمريكيا نفذ من عدم تحقيق نتائج ولأن أمريكيا لا تتحمل مفهوم أن تهزمها المقاومة هذا كله بالمحصلة أدى إلى تغيير عن نظرة نيتنياهو إنما سيكون بالتحديد المرحلة هذه بديل عن نيتنياهو نيتنياهو الآن أصبح يشعر أن الإدارة الأمريكية تخلت عنه أصبح يرمي تصريحات تحدي أن نساء تابع دلالي أنه شعر بالتخلي إذا رأيت بالأمس خطاب قلنت في الإحاطة المسائية لغة الجسد له كانت يائس غير مندفع غير حاضر الذهن يشعر باليأس يتخاطب بعاطفه بالبدايات كانت نظراته حادة لغة التحدي واضحة الآن أصبح متأكد أنه مهزوم انعكز ذلك بالأمس على جسده وعيونه ونبرصوته هذا أكبر دليل أنهم شعروا أن الإدارة الأمريكية قد رمت بهم في هذا الوقت ولكن هناك من يقول أن هذه التصريحات منصقة ما بين بايدن ونتنياهو لا لا لماذا يجب أن نؤمن بذلك هذا أمر مستقبل نتنياهو أن نتنياهو كيف يخاطر بمستقبله أمام العالم الآن أن أمريكا تخلت كيف نتنياهو يضحي بذلك أن أمريكا تخلت عني هذا لا يس من المعقول هو يريد أن يبقى الدعم الأمريكي لغة التحدي بالأمس هو يقول أني أنا مش سائل حتى عن أمريكا لأن أمريكا أبلغته أنه قد انتهت ورقتك وحرقت نعم هناك زيارة مرتقبة ربما اليوم أو غدا لمستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سليفان ما المتوقع من هذه الزيارة هل سيتم إعلان انتهاء العملية العسكرية أو ستبلغ أمريكا إسرائيل من خلال المستشار بأن العملية العسكرية يجب أن تنتهي لربما في أسبوع أو أسبوعين وهل إسرائيل تتخوف من ذلك أيضا أنا أظن أن المحور الرئيشي لهذه الزيارة هو إعطاء الديدلاين والوقت انتهاء هذه المعركة لنتنياهو وحكومته أنه يجب إنهاءها في هذا الوقت مهما كانت النتائج لأن أمريكا لم تعد تتحمل هذه الهزيمة وهذه الفضيحة العالمية فكان لابد من إرسال هذا المندوب لإبلاغ عن ساعة الصفر وإنهاء هذه العملية بغض النظر ماذا حقق من نتائج ليواجه نتنياهو مصيره بعد هذه الحرب إن شاء الله نعم أشكرك جزيلا أشكر دكتور محمد بردويل وأنت الخبير العسكري والاستراتيجي والسياسي كنت معنا شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة الحوار وعلى هذه الإحاطة شكرا جزيلا حقيقة لهم